سعادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية كلنا من التكلم دلوقتي على هذا التحالف حضرتك أمين عام هذا التحالف هرجع خطوة للمربع ما قبل الانتخابات والحوار الوطني الاستمر لمدة عام شاركت فيه كافة أطياف العمل السياسي والأحزاب بشكل يعني كبير وكان ليه مجموعة من المخرجات المهمة جداً اللي قدت إلى هذا المشهد الانتخاب اللي احنا تبعناه ومن ضمن أهم هذه المخرجات الإشراف القضاء الكامل واستجابة السيد الرئيس الحالي لهذا المطلب أهمية هذا الحوار الوطني وتفعيله وهذا المشهد الذي نتابعه الآن في إفطار الأسر المصرية أطلق سيد رئيس عبدالتح السيسي إفطار الحوار الوطني ووقتها قلنا يعني عايزين نعرف إيه الحوار الوطني والحوار يعني إيه ولكن بعد تقريباً لو سيادتك تتذكروا السادة المشاهدين احنا تقريباً عدنا سنة صحيح كان مجلس الأمنة بيعد الموضوعات اللي احنا كنا بنبعث ليها علشان نقول احنا المشاكل بتاعتنا إيه أما ابتدى الحوار الوطني ابتدت معاه لحظات فارقة في تاريخ الحياة السياسية في مصر الأحزاب تفاعلت ناقشة الموضوعات قالت قراءها كان في حد يعني كلنا متفقين عليه هو قال لنا تعدى احترام الدستور والقانون أما بعد ذلك ما فيش خطوط حمراء فكان الحوار الوطني بلا قطوط حمراء نتيجة الحوار اللي يدار بين الأحزاب وبعضها والتسكيف اللي الناس استفادته والكلام اللي تقال تلعت مخرجات المخرجات دي كان من ضمنها زي ما سعدتك قلت الإشراف القضائي واستجابة سيد الرئيس على الإشراف القضائي دي كانت نقطة مهمة جداً اللي خلتنا النهاردة نبقى كل الناس نازلة لأن الإشراف القضائي القاضي بص حضريك مفهوش نقاش ونحن كمان عندنا في الثقافة الانتخابية المصرية من زمان بنثق جداً في إحاية القضاء صحيح لما أستشعر إنه فيه إشراف قضائي كامل فده بيدي مؤشر للحيدة والنزاهة بشكل كبير بيريح الإنسان إن صوته في مضمون وإن مش يبقى فيه لعبة في الصندوق وإن الأمور هتبقى ماشية لإن القاضي قاضي يعني ده حاجة ما فيهاش نقاش فده كانت بتدي دفع كمان للمواطن المصري إنه ينزل يدي صوته بحرية تامة الحوار الوطني كان ليه نتاجه كويسة جداً وأنا سمعت إنه يبقى فيه كمان جلسات قادمة النتاج بتاعته ممتازة نقشنا كل الموضوعات تقريباً أو أغلب الموضوعات بحيادية تامة وبحرية تامة كل الكلام ده كله يعني تسخين وتفعيل وتواجد على أرض الواقع وقد ده دور للأحزاب إنها تبقى موجودة بمنطقة صراحة يعني يعني الأحزاب النهاردة لما اتكلمت في الحوار الوطني ونقشت موضوعاتها وقالت أراءها بما فيها قانون الأحزاب وقانون المباشرة الحق السياسية كل الكلام ده كله كان لي نتاج كويسة جداً إنعاكست على الأحزاب بالإيجابية